أنا أذكر مرة رجل من الصالحين عليم الله وكان جاوز سبعين من عمره جاوز من الصالحين يعني رجل في حياته لم يحلف باسم الله لا صادقاً ولا كاذباً لماذا؟ قال لك توقيراً لاسم الله الله أكبر كيف يعيش في الله هذا الرجل في حياته ما سجدت عليه كذبة واحدة كذبة كذبة ما رأي يقول رجل عجيبة وبصراحة يعني مؤيد من الله عنده حتى كرمات وتأييدات إلهية عجيبة رجل على الفترة أنا وقعت في حرش شديد جاعد مر معا قال لي يا فلان بلغني عنك أنك تقول في دين الله بكذا وكذا وكذا بصراحة الموضوع قاله كان إيش أنه فيه إمكانية يكون الواحد غير مسلم يخش الجنة أنه قرآنية فيه إمكانية قلت له بصراحة سيّدينها قال لي كيف هذا عكس ما نعلمه وعكس ما يعلمه العلماء عبر الإزمان هل لك أن توضح لي هذا مع الكلام يعني كنت يعني إيدي على قلبي محرج جدا جدا لأنه رجل ليس من أهل العلم الشرعي فكيف بدأ ناخشه كيف بدأ أثبت له بتعبت القراءة علم هذا فجرحت بما إيه فتح الله عليه حوالي أساعة أقل كثيرا قليلا أكثر قليلا يعني هكذا ما طولتش كذا وكذا وكذا وإلا الله قال وكذا وإذا به كان مصدوم كني بصراحة كلام مغنع صدمت أنا مغنع كنت فيش يعني في قمة فرحتي فعلا كيف قال لي يلتأم برحمة الله والله العظيم رجل والله ما هو من أهل العلم أصلا ولا يقرأ كتب كذا قال لي بمعنى يعني بالعام يعني بركب على رحمة الله أنه رب رحيم رب الأكوان رب العوالم أن يكون هيك صح منفع قلت ولكن لطالما أيقنت قلت له أنك رجل ما أذكياء أما الآن تبرهن لي أنك ذكي بطريقة مذهلة كالجديد قال لي الذكاء هو المعونة أنا أنتظر من شاب ابن عشرين سنة مثل حضراتكم ثلاثين سنة يتقبل هذا الكلام الشاب عنده عنفوان وعنده رغبات طيبة على فكرة الشباب ليس لؤماء على فكرة أنت طيبين الشاب طاهر أو الشاب ليس هذا يذهب وقت الحال يا حرام الشباب مستعد يموت من أجل الهدف النبيل يضحكوا عليه أحرام يضحكوا عليه يعطوا كل حاجة ما يعطي ماله وقته وبعد روحوا يا حرام لأنه صادق ونبيل شاب طيب فالشباب حدثهم عن الكرم عن التضحية عن الفداء عن المجادة عن البذاخة عن كذا يستجبون لكن ما تقول ليش أن يوم القيامة أنا وشيخي في باكستان في الجنة والدنيا كلها في النار وما تقول ليش كمان أمة محمد لحالها يعني مش هيخج الجنة إلا أمة محمد واللي قبل محمد ما يبعد عاد زمان كانوا صالحين وقشوا لكن بعد ما بقيت محمد ليش ولا شايفها ولا سيشوف باب الجنة واحد ليش مسلم بالله يعني ملايين البشر هذول بعد محمد كانوا كله على النار أطفح 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 موضوع لهوت يعقدي معقد جدا 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 واللي سيستفيد منه في الأخير هو المسلم قبل حتى غير المسلم لأنه في الأخير فعلا بطل عندك ماذا؟ سورة معتقدية لله فعلا تليق بالله ربا للعالمين لا إله إلا هو مثل ما هذا الرجل الصالح المؤيد من الله أدركها في نصف ساعة قال لي هذا كلام معقول جدا مقنع لأنه بالتأم يركب مع رحمة الله الله رخص القضية كلها كلمتين يركب مع رحمة الله إذن كون الإسلام مختطف صار في نوع من الاختطاف أكيد وما زال يمارس لكن هذا ترتفع الأصوات هذه النشاز في اللحظات ماذا؟ ضعف الأمة لما الأمة تضعف والحين كثير ضعيفة صح؟ كثير مستضعفة لأن إخوان في أنحاء الأرض يتم ذبحهم وسلقهم ولا قدرين سهولهم حاجة وعلى ما الصحيح وتم إجتياحهم وسفك دماؤهم والعالم كل المنافقة ساكت صح؟ ومرات يتكلم ولكن لا يوجد جهود حقيقية لإنصافهم طب أنصفهم يا أخي أمدوهم يا رجل ابعثوا قوات تحميهم لا لأنهم مسلمون أشراء تجعلهم هناك نفاق صح؟ هناك دواجية عليمة تقلمنا ونحن نرى ذلك نحن شعب فلسطيني غالبان سبعون سنة لا يعرفين نأخذ حقوقنا والحالم ساكن المنافق أيضا لا يقولون أنتم غدرة أنتم كذا نحن الغلطين دائما نحن العرب المسلمين دائما غلطانين حقوقنا غير مرعي ففي حال الضعف طبعا والمسلم شاعر في حال الظلم ظلم داخلي ظلم السلطة أيضا في الدول الحاكمة والنظم الحاكمة وفي قهر وفي كذا بلا شكل فهذا يحرض الأصوات ماذا؟ النشاز الأصوات المتطرفة ردة الفعل العنيفة قصير نحن بشرف الأخير مزبوط أنا مرة زمنين أجتني واحد من التلفزيو الألماني كنت أدرس في الإيربي أنا أياما في الأكاديمة الإسلامية هذه وجاء التلفزيو الألماني قال اسمعنا أنا كنت إيش يعني فلسطين ومن أهل غزة وتملعها أنا فلسطين ومن أهل غزة قالت للسيدة والله أحكدوك لها عدة مرات هل هذا ما تفعلونه شيء طبيعي؟ وتفعله فعال غير طبيعية بالمرة وكذا تلها لحظة ممكن تسمع جوابي قالت تفضل واختنعت وحايتني مباشرة ونبردها اختلفة تتم اللقاب على ذلك بسلاسة وتعاطف قالت له كل ما حصل ببساطة نحن مباشرة نحن مباشرة نحن مباشرة نحن مباشرة نحن مباشرة وضعنا في وروف غير طبيعية بالمرة كيف يطلب منها لتسرب طيقة طبيعية؟ قال لي صحب أخنات مباشرة اعترفت تعجبني هذا في كثير غريبي لما تجيب المنطق القوي الواضح كان جواب بليغ جوابي ولكن حاسم نحن باشرة نحن باشرة نحن نشر ثلاثة عيونة وعشر عيادي وباشرة نحن مباشرة ولكن وضعنا في ظروف غير طبيعية لما تضع أنت الدجاجة حتى في ظرف غير طبيعي تتحول لنمر صغير صح أو لا؟ تضع القطة 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 وضعه في غرفة وفي ظروف إجهازية وشوف تتحول الأسد ممكن يقتل وفي ناس انقتروا من القطط ما رأيكم؟ ضربوا عدة ضربات كذا باستمرار نزف المسكين مات دخلوا عليه كان ميت القطة قتله لأنه حطوا في ظرف إجهازي لدي خلص عليك قالوا خلاص خلص علي حرجي على أصلي أنا أصلي زمان من النمور من الطائفة النمورية حرجي على أصلي قالوا وأنا صغير قتل الرجل هو هذا فإحنا بشر يا سيدي حطتونا في ظروف غير طبيعية بالمرة خنقتمونا تماما فطبعا خذوا من تصرفات مجنونة ميت صرفات نذيلة ولا حلوة وكذا لكن تصرفات غير طبيعية ردا على ظروف غير طبيعية اقتنحت مباشرة والله العظيم كانت منصفة وعاقلة وبث هذا أيما في التلفزيون الألماني وحلو هذا يغيظ أعداء وكذا لكن هذا الحقيقة له بديك متهم دائما ومدان ومدموغ تحت كل الظروف ومعنى أنه الحق تبرد نفسك برد أي فعل لك تلين تكون مدموغه وخلاص تسكت لا في ناس عندها عقل في ناس عندها عقل العقل لا يمكن الوصاية عليه انتبه والله العظيم ولا يمكن قمع أكثر شيء لا يمكن قمع العقل ما رأيك؟ ترجمة نانسي قنقر